أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست هذا البودكاست برعاية مركز التمييز للتوحد الذي تم إنشاؤه تحت رعاية ودعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والبنك المركزي السعودي وبدعم سخي من البنوك السعودية ويهدف المركز إلى خدمة الأفراد ذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم وتحسين جودة حياتهم ودعم تطوير خدمات الرعاية التأهيلية لهم مرحبا جميعا حياكم الله مستمعي بودكاست دردش التوحد معكم الدكتورة رفيف السدراني رئيس قسم المحتوى والتوعية في مركز التمييز للتوحد ضيفنا اليوم استاذ عبدالله الاعتبي رئيس قسم التأهيل المهني في مركز التمييز للتوحد حياكم الله استاذ عبدالله أهلا وسهلا سعيدين بتواجدك معنا اليوم أو متحمسين ندردش معك عن برنامج التأهيل المهني للشباب والشابات من ذوي اضطراب طيف التوحد في مركز التمييز للتوحد مثل ما حنا عارفين اضطراب طيف التوحد هو اضطراب يستمر مع الفرد طوال فترة حياته ولكن بالدخل المبكر خصوصا خلال السنوات الأولى من عمر الطفل وتقديم الخدمات التأهيلية المناسبة والمثبتة علميا يستطيع الطفل التطور والتحسن بشكل كبير وبالتالي يكون أكثر استعدادا لدخول مرحلة التأهيل المهني أستاذ عبدالله أول شيء ممكن تعطينا نبدأ عن برنامج التأهيل المهني الله يعافيك أول شيء شكرا جزيلا على هذه الاستضافة لو تكلمنا عن موضوع برنامج التأهيل المهني أنا حاب أشرح بس أو أوضح كلمة ما المقصود بالتأهيل المهني هي مجموعة من البرامج تهدف لتوظيف ذوي الإعاقة ودمجهم في سوق العمل مركز التمييز التوحد من أهم أقسامه وأهم أهداف مركز التمييز التوحد هو قسم مستقل لتأهيل المهني كما يعني هذا القسم باهتمام من الدرجة الأولى من نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أستاذ ماجد الغانمي رئيس مجلس إدارة مركز التمييز التوحد وأيضا الإدارة التنفيذية الدكتور فيصل النمري وأيضا أستاذ فوزي المحمدي التأهيل المهني لو تكلمنا عنه بشكل أدق يعتبر برامج التأهيل المهني أو برامج التأهيل المهني ذات أهمية كبيرة في مجال التأهيل والتي تقود برامجه إلى تمكين الأفراد من ذوي الطلب طيف التوحد على الحصول على أعمال ومن ثم الاستمرار بها نقطة الاستمرار بها هي قد تكون من أهم الجوانب التي يتم عليها التركيز لأن قد يكون من السهل أنه يدخل في كثير من الأعمال ولكن العبرة أو الفائدة الكبيرة في استمراره في هذه الأعمال ولا شك بأن التدريب المهني يعمل على تهية الأفراد من ذوي الطلب طيف التوحد أسوأ بغيرهم من أفراد المجتمع ليكونوا قادرين على الإنتاج وتحمل الظروف المصاحبة للأعمال تعرفون الأعمال يكون فيها ظروف مختلفة وفي كثير من الأعمال قد لا يكون سواء كانوا زبائن أو مراجعين أو عملاء لأي منشأة كانت من الصعب تمييز ذوي الطلب طيف التوحد كشكل خارجي لذلك قد يواجهون كثير من المواقف التي نحاول قدر مستطاع أنهم يحافظون على هدوءهم بعد هذه المواقف أن هذه المواقف ما تكون سبب لتوقف عن العمل أو انقطاعها عندنا ممتاز طيب وش الأقسام اللي أنتم تدربون فيها المستفيدين في البرنامج؟ الأقسام في قسم التهيير المهني المركز المتميز للتوحد هي تعتبر أن أربعة أقسام رئيسية وأيضا قابلة للزيادة هو الآن في طور إضافة أقسام أخرى سيتم ذكرها لاحقا أيضا الأقسام أربعة زي ما ذكرت اللي هو المهن الحرفية من خلالها والله الحمد صار استفاء كامل لمركز التميز التوحد بجميع المنتجات اللي هي من أهمها الدروع الميداليات الهدايا العينية في المركز ولذلك صارت المركز صار في اكتفاء ذاتي من هذه المنتجات أيضا المشات الأعلاية بالنباتات صروا الله الحمد ننتج وكذلك يوجد عندنا مشتل متكامل من خلالها نحن يكون ضمن أمهام الشباب أنهم يعملون على انتاج والعناية بالنباتات لكي يتم عرضها إلى سوق العمل والحمد الآن حصلنا على زبناء يعني زبائن دائمين أيضا قسم الفندقة كقسم مستقل ويعني بترتيب وتنظيف الأسطح بداخل الغرف وأيضا قسم الكمبيوتر والأعمال المكتبية هذا القسم يكون دحت الكثير من المهام من أهمها أن استخدام محركات البحث عمل سيرة ذاتية الطباعة وما إلى ذلك أيضا احنا تكلمنا عن قسم أيضا زي ما ذكرت قبل شوي من الأقسام اللي راح نضيفها اللي هي القسم المطابخ ولذلك احنا عندنا مرشحين وأيضا على رأس التدريب الفتيات فراح يكون لهم دور كبير في مهام الطهي وتعليمهم على الطهي وأيضا تنظيف وما إلى ذلك ولذلك احنا الله الحمد وفرنا مطبخ متكامل رائع صراحة أستاذ عبدالله الأقسام اللي ذكرتها أقسام جدا متنوعة ومتعددة وراح تناسب بإذن الله جميع القدرات والمهارات من الشباب والشابات من ذوي الثراب طيف التوحد طيب أتخيل الآن المجتمعين معنا حابين يعرفون كيف حنا ممكن نسجل أبنائنا في البرنامج فأول شيء نبغى نتكلم عن معايير القبول في برنامج التأهيل المهني في مركز التميزي التوحد أستاذ عبدالله أوكي معايير القبول أنا بس بنوه على نقطة يعني ضروري أن الكل يعني يعرفها معايير القبول هذه وضعت لكي نضمن أن المتدرب هذا البرنامج راح يفيده معناته إيش؟ مجرد وجود الشخص في بيئة ما راح تضيف له هذا يعني خلو أقول لكم بالعامية ممكن هذا فيه مضيعة لوقت الشاب نفسه لذلك قننت ووضعنا هذه المعايير لكي نضمن أن هذا الشخص بعد استفاءة هذه المعايير الظروف الموجودة في القسم راح تكون يعني متوائمة مع قدراته لذلك راح يستفيد وبإذن الله راح يكون فيه يعني آمل كبير أنه يحصل على وظيفة المعايير هي أول معيار هو العمر يتراوح بين 18 سنة إلى 40 سنة عدم ظهور مشاكل سلوكية من إيذاء للنفس أو إيذاء للآخرين القدرة على التواصل إمكانية اتباع التعليمات مع قليلا من المساعدة أيضا القدرة على اتباع جداول العمل البصرية واتباع الروتين إتقان مهارات الاعتماد على النفس في النظافة الشخصية والأكل والشرب وارتداء الملابس وغيرها طيب جميل طيب خلينا نحط مثلا أنه جاكم الشاب أو الشابة ومستوفي جميع المعايير وش الخطوة اللي بعدها أوكي بعد استفاء جميع المعايير راح ننتقل إلى مرحلة اللي هي المقابلة الشخصية نتعرف على الأسرة نتعرف على الشاب أو الفتاة نعرف الظروف نعرف ما هو تاريخ الأسرة هل هو يستخدم أدوية أو لا نتعرف عليهم بشكل أكبر بعد ذلك أيضا نعرفهم على البرنامج ونعرف هل الظروف غير خاصة بالطفل الخاصة بالعائلة هل هي راح تكون مناسبة وهل هي راح تساعد أن الشاب يستمر في القسم أو لا بعد ذلك يتم توجيهه إلى عمل تقييم شامل يكون فيه تقييم تحليل سلوك تطبيقي وأيضا تقييم التخاطب وأيضا تقييم العلاج الوظيفي بعد ذلك يكون فيه مناقشة للتقرير بشكل كامل من جميع الأقسام ويتم إحادته إلى قسم التأهيل المهني ويكون فيه تطبيق معايير أو تقييمات مثبتة علميا وجداراتها جدا عالية وعالمية بعد ذلك وضع خطط التأهيل التي تكون بشكل يعني خلنا نقول لك تتشابهون ويختلفون في بعض الخطط يختلفون في كون أن البرامج راح تكون أنهم راح يتعلمون البرامج المتاحة في المركز ورح يتم تحديد البرنامج المناسب وهذه نقيسها بشكل يعني يومي نقيس مدى إتقان كيف قابلية الشخص هل وجود مشاكل سلوكية أثناء ممارسة هذه الأعمال أو لا فيحدد نحن الأول والأخير نبغى نعرف أيضا اهتماماته لكي نعرف الأولويات في التعليم أيضا كذلك موضوع مهم جدا اللي هو إحنا نقسم يعني إلى فئات بعضهم راح ياخذ خدمات تحديد سلوك تطبيقي مساندة وتخاطب وعلاج وظيفي بعضهم راح ياخذ خدمات مساندة بشكل فردي كلها بنيت على فقط على احتياج الشخص نفسه أو الشاب ممتاز طيب أستاذ عبد الله كيف دوام الشباب وشبات عندكم هل هو يوميا وكم ساعة يكون العمل أو التأهيل طبعا احنا عارفين الظروف الظروف تحديد سلوك التطبيق احنا مختصين فلذلك احنا نحاول قدر ما استطاع ان احنا نخلق بيئة تحفز الشاب انه يكون موجود عندنا كيف انا نحفزها في موضوع ان احنا بدينا معه بشكل تدريجي اول ما بدينا يومين كانت هاف داي وبعد ذلك تدريجيا حتى صاروا يجونا من الساعة تقريبا ثمانية صباحا الى الساعة ثنتين ونص بعد الظهر يوميا نعم ما شاء الله خمس ايام في الاسبوع ما شاء الله طيب صراحة شدني ميزة جميلة في البرنامج انه مو بس تأهلونه مهنيا حتى تعطونه الخدمات التأهيلية اللي ذكرتها اللي تكون مناسبة للشاب او الشابة طيب استاذ عبدالله الان المستمعين الاهالي اللي حبين يسجلون ابنائهم عندكم في البرنامج هل في نموذج او رابط معين للتسجيل؟ نعم يوجد رابط مرفق ورح يكون متواجد بشكل يعني مستمر في قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بمركز التميئز للتواحد من اهمها تويتر ممتاز يعطيك العافية وان شاء الله راح نحط لكم الرابط في وصف الحلقة بإذن الله حابين نعرف منك استاذ عبدالله وش انجازات البرنامج التأهيل المهني منذ اطلاقه الى الان من اهم انجازات البرنامج هو تخريج الدفعة الاولى لله الحمد خرجناها في شهر رمضان الماضي وخمسة من مستفيدين البرنامج تم تخريجهم الله الحمد وفي طور توظيف شخصين من الخرجين وايضا اطلاق متجر لدعم منتجات الشباب في القسم وريع هذا المتجر نخلق من استدامة للقسم في ان يكون ريعه يصب في مصلحة نعم مصلحة البرنامج وتطوير البرامج والنقطة ايضا ذكرتها شوي اللي هو موضوع اكتفاء مركز التمييز بما يخص بالدروع للخريجين او الهدايا للزوار من القسم بشكل كامل ومنتجات يعني من ايدي الشباب الله يعطيهم الافية وايضا انا عندي بس اذكر مجموعة من المنتجات اللي هي ايضا راح يكون فيه رابط المتجر اللي هو من اهمها الدروع التذكارية والشهادات الميداليات ايضا الاكواب يعني الاكواب صارنا نصمم او خلنا نقولك نطبع الاكواب على حسب طلب العميل ايضا التيشيرتات كذلك تطبع على حسب العميل او اختيار العميل والنباتات الداخلية قواعد الاكواب اللوحات والرسمات يعني فيه كثير منهم صلاح رسمات يعني ملفتة للنظر انا ادعو المستمعين انهم بس يلقون نظرة على المتجر الالكتروني رائع جدا جميل صراحة منتجات متنوعة من الاكواب والتيشيرتات وكمان النباتات فراح نحط ان شاء الله المتجر الالكتروني الرابط في وصف الحلقة وكلينا متحمسين نشوف المنتجات ان شاء الله وندعم باللي نقدر عليه وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم استاذ عبدالله بس نبغى منك قبل ما نختم كلمة اخيرة حابة تقولها بهذا الخصوص الان بسم او برنامج التأهيل المهني في مركز التمييز للتوحد خلنا نقول لكم ان فيه ندرة كبيرة في مراكز التأهيل المهني في المملكة العربية السعودية والعالم العربي بشكل كامل لذلك احنا والله الحمد نعمل على قدم الوساق ان نكون نموذج يحتذا به وايضا نقدم اكثر قدر ممكن من الفائدة سواء لمستفيدين من اسر من اخصائيين من مراكز اخرى مراكز التأهيل المهني تعني بشكل كامل اللي هو موضوع تأهيلهم للاعمال او سوق العمل لذلك احنا خلنا نقول برجع بس سوي برجع للماضي بس ماضي الشاب نفسه ووصي الجميع على ضرورة الانتباه لنقطة مهمة جدا اللي هي نقطة تدخل مبكر انا الان نعرف ان الشاب يعني حظي على اهتمام في بداياته او لا لذلك احنا زي موضوع انتباع الاوامر انتباع الاوامر لما الشاب ما يتبع امر يعني اوكي توجه روح للمركز او يقولوا لا اهلا روح للمركز عندك دوام ممكن يقول لا لو يقول لا من الصعب ان الاسرة تجبره او خلنا نقولكم انها تقدر تقنع بشكل زي الطفل لذلك احنا مهارات اتباع الاوامر مهارات الطلب مهارات هذه الاشياء اللي هي يعمل بها من الصغر هذه هي طريقك الى استقلاليته لانه لما الطفل الشاب يستقل معناته انه الان حصل على وظيفة حصوله على وظيفة هي معناته استقلال الله الحمد بشكل اكبر لذلك انا اوصي وبشدة على موضوع التدخل المبكر وعدم التهاون في ذلك لان ايضا مشاكل سلوكية قد تكون صغيرة على الطفل او شدتها تكون طفيفة ولكنها على الشاب تكون قوية جدا وايضا حتى الاسرة تكون مع مرور الوقت يكبرون الوالدين من الصعب التحكم بالشاب كما يتحكم بالطفل الصغير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم مرة ثانية استاذ عبدالله الاعتبي عطيتنا معلومات قيمة وعن مرحلة مهمة من حياة الفرد من ذوي اضطراب طيف التوحد وهي مرحلة التأهيل المهني واللي من خلالها رح يتمكن من الحصول على وظيفة مناسبة بإذن الله ويكون نفس ما ذكرت أكثر استقلالية واعتمادة عن النفس ويكون يفخر بالإنجازات اللي هو قاعد يسويها أعزائي المستمعين نشكر لكم متابعتكم وأتمنى تكونوا نستفدتم من الحلقة وبإمكانكم مشاركة الحلقة مع الأشخاص المهتمين من حولكم انتظرونا مع ضيوف مميزين في حلقاتنا القادمة وفي أمان الله نشكر مؤسسة سعيد لتوظيف دول إعاقة على تعاونهم معنا في المرحلة الأولى اشتركوا في القناة